اشتركوا في القناة تمثل الذراع الاعلامي لدولة قطر دابت في برامجها وافلامها وتقاريرها الاخبارية المفبركة على الاساءة لكل ما هو عربي حيث تعرضت اغلب الدول العربية الى الاساءات المتكررة لهذه القناة التي تعمل على زرع الفتنة والكراهية في المجتمعات العربية والتحريض المتواصل ضد الانظمة والرموز والثوابت الوطنية بدون اي التزام بضوابط ومبادئ ميثاق الشرف الاعلامي العربي والمواثيق الحقوقية والاعلامية الدولية واشار البند الذي تقدمت به البحريني لان قناة الجزيرة القطرية قامت وعلى مدى عقدين باستضافة العديد من الجماعات الارهابية والفئات المارقة والخارجة عن القانون والمطلوبة قضائيا في الدول العربية وانها تعد المنبر الرئيسي في نشر افكار الجماعات الارهابية والمتطرفة كالقاعدة وداعش وبوكو حرام وحركة الشباب الاسلامي في الصومال وانصار الله في اليمن وغيرها من التنظيمات الارهابية وقد كان ذلك جليا في ان معظم بيانات القاعدة وداعش والتنظيمات الارهابية الاخرى كانت تبث حصريا من هذه القناة واوضح ان دولة قطر مستخدمة ذراعها الاعلامي قناة الجزيرة دأبت على نقل الاخبار المفبركة وبث التقارير والافلام الاخبارية المسيئة لمملكة البحرين والملئة بالاكاذيب والمغالطات وذلك ضمن مخططاتها التخريبية لزعزعة الامن والاستقرار وتهديد السلم الاهلي والاجتماعي وزرع الكراهية وتذكية الطائفية لشق وحدة الصف الوطني فيها اضافة الى انها تقوم بشن حروب اعلامية ممنهجة ضد مملكة البحرين واكد البند على تورط شبكة قناة الجزيرة القطرية في قضايا تخابر ومساس بالامن القومي لمملكة البحرين بما يؤكد ضلوعها كذراع اعلامي تخريبي وهي جرائم موثقة بالادلة ومنظورة امام القضاء مشددا على ضرورة اتخاذ القرارات الصارمة والاجراءات القانونية لكبح وايقاف هذه القناة الهدامة وعدم التغاضي عن ممارساتها المرفوضة تجاه شعوبنا ودولنا العربية وقد اصدر مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري قرارا باحالة هذا البند الى مجلس وزراء الاعلام العربي لبحثه كما صدر عن المجلس قرار بشأن التدخلات الايرانية في شؤون داخلية للدول العربية استنكر فيه وادان التدخلات الايرانية المستمرة في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين ومساندة الارهاب وتدريب الارهابيين وتهريب الاسلحة والمتفجرات واثارة النعرات الطائفية ومواصلة التصريحات على مختلف المستويات لزعزعة الامن والنظام والاستقرار وتأسيسها جماعات ارهابية بمملكة البحرين ممولة ومدربة من الحرس الثوري الايراني وذراعيه كتائب عصائب اهل الحق الارهابية وحزب الله الارهابي وتأكيد على دعم مملكة البحرين في جميع ما تتخذه من اجراءات وخطوات لمكافحة الارهاب والجماعات الارهابية للحفاظ على امنها واستقرارها واشاد القرار بجهود الاجهزة الامنية بمملكة البحرين والمملكة العربية السعودية التي تمكنت من احباط العديد من المخططات الارهابية والقاء القبض على اعضاء التنظيمات الارهابية الموكل اليها تنفيذ تلك المخططات والمدعومة من قبل الحرس الثوري الايراني وحزب الله اللبناني الارهابي وحمل القرار حزب الله اللبناني الارهابي الشريك في الحكومة اللبنانية مسؤولية دعم الارهاب والجماعات الارهابية في الدول العربية بالاسلحة المتطورة والصواريخ الباليستية وادانة ما يصدر عن امين عام الحزب من خطاب عدائي وتحريضي ومن اساءات مرفوضة لمملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة والجمهورية اليمنية الامر الذي يشكل تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية لهذه الدول يقصد به اثارة الفتنة والحض على الكراهية والتأكيد على ضرورة توقف حزب الله عن نشر التطرف والطائفية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول وفيما يتعلق ببند صيانة الامن القومي العربي ومكافحة الارهاب اصدر المجلس قرارا رحب فيه بوضع اسماء بعض الاشخاص الذين ينتمون لما يسمى بسرايا الاشتر الارهابية في مملكة البحرين على قائمة الارهابيين معتبرين ان هذا الموقف يعكس اسرار دول العالم على تصدي لكل اشكال الارهاب ويمثل دعما لجهود مملكة البحرين والاجراءات التي تقوم بها في تعزيز الامن والاستقرار والسلم فيها هذا وقد ناقش المجلس العديد من القضايا ومن بينها اصلاح جامعة الدول العربية والقضية الفلسطينية والوضع في دولة ليبيا والجمهورية العربية السورية والجمهورية اليمنية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر